في سياق آخر عقد رئيس مجلس المجراء اجتماعا لمتابعة بهود الدولة المبذولة لمتافحة وعلاج الإدمان والتعاطي واخرها الاجتماع تم استعراض تقرير يرصد مقارنة لبيانات المسح قومي الشامل للتعاطي والإدمان الذي تم إجراؤه خلال العامين 2015-2020 وقد سجلت مؤشرات المسح انخفاضا في نسب التعاطي والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التي تم رصدها عام 2015 كما نوهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباش خلال الاجتماع إلى الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات ومخاطر التعاطي والإدمان لعام 2022-2026 والتي من المقرر أن يتم تنظيم فعالية لها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق هذه الخطة